مرحباً أصدقائي واليوم رجعت لكم بفيديو جديد راح نكمل فيه سلسلة التحضير لامتحان البياينز قسم التحدث الميدلشة بغلفون طبعاً مثل ما شفتوا على قناتي نزلت تصار ثلاث فيديوهات في الأسابيع الماضية واحد من الفيديوهات عن أنه كيف تسأل سؤال أنت في اللغة الألمانية في قسم المحادثة طبعاً أعطيتك هنا خمس ست جمل تستعملهم دائماً في أثناء المحادثة امتحان البياينز أو أثناء في الموضوع الكتابي هذه جمل ثابتة وعطيتك معها هون حتى وأمثلة طبعاً تلقى الفيديو على اليوتيوب نزلت هذا الفيديو رغم واحد وهذا الفيديو رغم اثنين نزلت كان عن أنه كيف تحبر عن رأيك أنت في اللغة الألمانية مثلاً أنت عندك تتكلم مع شخص في الامتحان البياينز وبيك تحبر عن رأيك أنت فهون عطيتك خمسة وخمس جمل تستعملهم دائماً كيف تعبر عن رأيك وعليها نأمثلة حتى هو هذا الفيديو رغم اثنين والفيديو رغم ثلاثة اللي نزلت على قناتي هو كان عن أنه كيف قدم أنت اقتراح مثلاً الباتنر تبعيتك اللي تتعمل مع امتحان البياينز بيقترح مثلاً رحلة أو أي شيء فأنت اللي بتقدم اقتراحات فعطتك هون برغم الفيديو رغم ثلاثة عطتك عليه حتى وأمثلة اليوم بالفيديو رغم أربعة رح أحكي فيه عن أنه كيف تحبر أنه موافقتك للاقتراح مثلاً الشخص اللي مع قدم اقتراح بدك تعبرها تقول لا آه أنه الاقتراح كويس ولا مش كويس يعني توافق على الاقتراح أو في تشبخيشن أو أنه تنتقد الاقتراح تبعيته كيف أخبرنا نبلش هلا بأول شيء كيف أنت توافق على الاقتراح أو مثلاً عجبك الاقتراح تاعة يقول لك انه موافق مع هذا الشيء قال لي ق Tibetan heric مثلاً فينا نروح مثلاً آم بعد الرحلة فينا مثلاً نروح نعمل نتعشر يو أو فينا نروح نعمل سباحة أو أي شيء فبتقول لفورا '' انه مع هذا الشيء أنا موافق الجملة الثانية مثلاً إسم لك داسة أيش مثلاً 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 تتكلم انت موضوع مع الحوار مثلاً عن البيئة أو عن أي شيء مثلا تعلموا اللغة الألمانية وأي اشي المحدثة وبتقلوا انت عندك نفس الرأي هو اعطى رأيه فأنت عندك نفس الرأي فبتقلوا دزايش أوخصو انو هذا الشي أنا بشوفه نفس الشي يعني نفس الشي بشوفه هذا الموضوع يعني نفس رأيك بالضبط والجملة الثالثة بتقلوا مثلا تاس إست أين قوتة إيدي أين قوتة فاش لاغ مثلا هو بيقترح اشي مثلا بتروحه بعد يعني بتتعلم لغة جديدة أو بتروحه رحلها وأي اشي فبتقول له أو تأخذ الباص بدل السيارة فبتقول له ذاس أنا قوة إيدي ذاس أنا قوة فوشلح أنه اقتراح جيد فكرة جيدة كيف تنتقده؟ إذا بدك تنتقده مثلا عندك جمع الجهاز لك ذاس أبا كاينة قوة إيدي أنه هذا ليست فكرة جيدة فور ما تقول له ذاس أبا كاينة قوة إيدي أو بتقول له داميد بن إيش نيش أينفرشتان أنه أنا مو موافق مع هذا الشي مو موافق بالرأي بهذا الموضوع شبين دقائقين أنا ضد الموضوع هذا مثلا واحد يقول لك منذ أنه ذهب السيارة أسرع فبتقول له شبين دقائقين أنه أنا ضد العكسك وتقول له ليش بعدين مثلا تحط له هنا فيل وبتكمل تقول له مثلا لأنه وبتقول له تي عندك مثلا تقول له داميد إيش غانس أينفرشتان فيك تحط غانس وبدون غانس غانس معانا تبتعطيك أنه شي قوة فشو بتعطيك الجملة بتأكيد كاملة فكيف بتقول له داميد إيش أينفرشتان وتقول له غانس عندي رأي كاملة عندي رأي ثاني كاملة عندي رأي ثاني بقوة تعطيها هيك قوة للجملة تأكيد بالضبط أصدقائي اليوم كان فيديو قصير بس كثير من الناس سألوني عنه كيف فينا مثلا كل شخص تتكلم جملة ما نظلش ساكتي مثلا هو حكم رأيه فعشان أنت ما نظلش ساكت فيك تقول له أنتو هاي جو واحدة من هدول الجمل عشان الفاحص بالامتحان بيشوفوك أنك تتكلم بيش ساكت عنو أغلب الطلاب وقت تعملوا امتحان البياني يستحدث الشخص الثاني بيقدم اقتراح وانت ما بتعرف شو تجاوبه شو تقول له فأنت فورا ما تقول له أنا موافق عمو إيش بين دقيقين بس صعين كان قوتها إيدي بس صعين قوتها إيدي عشان فورا ما بتقول له داز زيش أوخصون تحكي انت عشان فدول داز صعين زيزو فأنت عد تقول له أنا موافقك بالرأي فهو بيضطر أنه يتكلم مرة ثانية عشان بيحكي موضوع الثاني عشان ما تضل ساكت تتعلم هدول الجمل وتستعملوا حتى وفي المحادثة بالضبط أصدقائي مثل ما أعتقدكم فيه 3 فيديوهات نزلت على قناتي وهذا الفيديو الرابع حينزل على القناة تاني وعلي يوتيوب فيك تتدرب عليهم عشان امتحان البيانيز وبالضبط مثل كل مرة لا تتسو تشتركوا بالغناة وتعطوني رأيكم في أسفل الفيديو ولا تنسوا الاعجاب شكرا أصدقائي بشوفكم في فيديوهات جديدة باي باي السلام عليكم